الوصول للأحلام له ثمنه وقد يكون على حساب صحة غيرنا فحلم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة سبيس أكس للصناعات والعلوم الفضائية ليكون أول من يصل إلى المريخ بهدف إنقاذ البشرية بحسب اعتقاده له أثمان بشرية باهظة فبحسب تحقيق لوكالة رويترز ثبت أن أكثر من 600 موظف من موظفي شركة سبيس أكس قد أصيبوا خلال أداء أعمالهم منذ سنة 2014 والسبب الأساسي لهذه الإصابات هو رغبة ماسك في تقديم أقصى الجهود بأسرع الوقت ليحقق حلمه مما أدى إلى التخلي عن العديد من أسليب الحماية المهنية في المنشأة والتي أنتجت إصابات عديدة بسفوف الموظفين ككسور في العظام تشققات في العضلات وإصابات بالغة في الرأس والأطراف والبعض منهم دخل في حالة فقدان وعي عميق جراء هذه الإصابات وبسبب ساعات العمل الطويلة التي كانت تصل إلى 80 ساعة تقريبا اضطر العديد من الموظفين إلى النوم في الحمامات في ظروف تعد سيئة جدا فلطالما كان في التأني السلامة وفي العجل الندامة مهما اختلفت الأهداف فهل ترى أن هدف إيلون ماسك يستحق كل هذه التضحيات؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today